موسيقى سلام عليكم هذه حاطة يومية بآخر مسجدات انتشار فيروس كورونا حول العالم أهلا بكم حديث الساعة واستعدادات دولية ومحلية وفردية وحجر طال مدنا بأكملها ودراسة علقت في عديد الدول هي الأوسع على الإطلاق على مستوى العالم واقتصاد في تهاون وشركة الطيران في خسائر نهيك عن الأرواح التي أزهقت جراء الفيروس وما من عقار مضاد تم الإعلان عنه حتى الساعة من قبل منظمة الصحة العالمية وما يزال كورونا آخذا في الانتشار لما يزيد عن 82 بلدا كاسرا كل ما اتخذ من إجراءات الوقاية والاحتواء في خريطة اليوم إصابة الفيروس في الصين مهد كورونا وصلت إلى أكثر من 80552 بزيادة 3042 حالة في إعلان وزارة الصحة في الصين بينما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ما يرفع عدد الوفيات في الصين كما سجلت 16 حالة إصابة بالفيروس مستوردة من الخارج إلى ثاني أكبر البلدان تأثرا بالفيروس المستجد ارتفعت حصيلة الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 6397 حالة إصابة بزيادة قدرها 309 حالة جديدة أما الوفيات فقد توفي سبعة أشخاص من المرض منذ يوم أمس يرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 43 حالة أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد ارتفع فيها عدد الوفيات إلى 12 شخص من أصل 180 حالة مؤكدة أما دول جوار ليبيا فأعلنت مصر إصابة ثلث مصري عائد من الخارج بالكورونا وتونس لم تعلن عن إصابات جديدة أما الجزائر فأعلنت عن إصابة 16 فردا من عائلة واحدة في ولاية البليدة قرب العاصمة بالفيروس ما يجعل العدد الإجمالي 17 مصابا إيطاليا التي تعيش أسوأ كابوس فأحصت السلطات الصحية فيها وفات 41 شخص بالفيروس المستجد في 24 ساعة ما يرفع الحصيل الإجمالي إلى 148 وفا فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 3858 إصابة مقابل 3089 الخميس قام العاملون بوزارة العدل بطرابلس بتنظيم حملات توعية عن مخاطر فيروس كورونا حيث قدموا مادة تصويرية تناول فيها مسببات فيروس كورونا وطرق الوقاية منه نصدر التحرك في المكانة العامة ومكانة المستخمة التبليغ على أي حالة يشتبه بها والمحافظة على رطوبة الفم والحلق والإسراع إلى التنطيب عند الشعور بأي عرض غريب على العرض على الأعراض الموجودة في المنطقة نفسها من نزلات البرد أو اللوز أو الاتهابات التنفسية ينصح بتنظيف اليدين وطرقها أكثر من مرة في اليوم طرق محددة للعلاج ولا ما فيش لقاح ما فيش أدوية محددة لفيروس الكورونا اللي مدوت ولكن بالأمكان ينقضى عليه بطريقة الاحتياطات الصحية على طريق المركز الرعاية الصحية مثلا أو الاحتياطات ونشر التقافة والوعي تطمئن عموم الشعب بوجود إطار قانوني متكامل تستند عليه السلطات المختصة بصلاحيات واسعة وكفيلة بمحاربته والقضاء عليه بنصوص المواد من 33 إلى 37 من القانون الصحي نصت هذه المواد أو تمثلت فيه أو منحت للسيد وزير الصحة صلاحية في إصدار القرارات اللازمة لعزل ورقابة وملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج وكذلك حتى الاشترافات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع المستوردة لمنع انتقال أي مرض معدي هذه النقطة الأولى أو الفقرة الأولى المادة التي تليها نصت في حال وجود أي مرض معدي فللوزير أن يأمر بتفتيش المنازل والأماكن منشتبه بوجود المرض بها أكد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية سرمان الدكتور أكرم مشير أن أكثر إصابات فيروس كورونا هم الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مشيرا بأنه إلى الآن لا توجد معلومات كافية عن طرق انتقال هذا الفيروس طلعنا باسم جديد اللي هو كورونا أو تحور جديد يقولون لك كوفيد-19 هذا الفيروس لا يوجد معلومات كثيرة لأنه فيروس مستجد طريقة الانتقال المتاعه زي طرق انتقال الإنفلونزا صعوبة طبعا ينتقل عن طريق الهواء عن طريق ملامسة الأماكن الملوثة عن طريق حك الأعين طبعا طريقة الوقاية منه هذا أهم شيء يتور حاليا أن نحن نوقع نفسنا من الفيروس كوفيد-19 طرق الوقاية العادية اللي تنتقل بها الفيروسات عدم ملامسة الأسطح قبل الأكل يجب أن نغسل إيدانا كويس طهي الأكل طهو مش نص الطياب نقوله نحن يجب أن يكون مطهو جيدا استعمال المناديل عند العطس الطريقة الصحيحة للعطس أن بالكوع العطس بالكوع التقافة يجب أن يجب على كل عائلة ليبية موجودة أنها تتعلم طرق الوقاية طرق بسيطة جدا نقل أنفسنا من مرض خطير يؤدي إلى الوفيات نتمنى من اللي عندهم أمراض مزمنة أنهم يحافظوا على أنفسهم لأن هذا الفيروس يصيب أكثر الأشخاص أمراض المزمنة مثل مرض السكري مرض الضغط نتمنى من الجميع تعليم أبنائهم على طرق الوقاية أكثر الأشخاص المستهدفين هي من 40 سنة فما فوق كل هو جيء الفيروس هذا لكل الفئات العمرية لكن لم تسجل ولا حالة لحد الآن من الأطفال لأنه مانعتهم هوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكانت المملكة قد أغلقت الحرمين أمام الحجاج الأجانب والسياح من نحو 25 دولة لوقف انتشار الفيروس وأفادت وزارة الصحة السعودية عن رصد خمس حالات إصابة ختام نشر تطورات كورونا حول العالم وللمزيد تابعونا على الموقع الإلكتروني 218TV.net في القسم الخاص لفيروس كورونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته